السلام عليكم ومرحبا والف مرحبا بكل متابعي قناة شيوات فطيما مرحبا أيضا بالمشاهدين الجدود إلا كنتو تالفين شدو توجدوا اللعشا فكنا قطرح لكم الطبق ديال باستيشو تماما كيجي بحالي كان ناخده من المحلات و أحسن جودة لأنه شغالي يدينا محضرونه في البيت ديالنا فكيجي واحد طبق شوفوا معايا تبارك الله من عليك الديد وسهل وسريع فتح ديال فكنات من شاء الله تجربوا وصوتنا لإعجابكم غير والبنات ما تنسوش كتريم عدد اللايكات باش اكذا الفيديو وصل أكبر عدد من المتابعين اكذا العائلة ديالنا تكبر أكثر حتى أنا كتشجعوني للمزيد من الوصفات فبسم الله على بركتي الله عندي هنا يش حبات كبارين من البطاطة مايو عدد نصف كيلو اللي وضعتهم في المالي كيكون بارد ومليحة وخليتهم كيغلوا على البطل تقريبا 1-5 دقايق ينفوكي بليكم داك لمطلعات في الغالية تحسبوا 1-5 دقايق هكذا كتفوهوا للنار وكتصفوه من ديك الكمية ديال الماء ونوضعو البطاطات ديالنا في واحد اللاطة اللي كتكون ما كتلسقش اللي كنتم متأكدين بأنها ما كتلسقش فكتخدموه بانيشان بايتوا تفرشو ورق الزبدة فكي بقليكم لا اختارو من الاحصنة كيلو لا كنت تفرشوه بشكدها كتلق لو كتبقلكم اللطة ديالكما ما كتمحلكم مش في الغسيل فهنا اخذت القليل من الزيت النباتية ودخلت كل اللي حبت البطاطة ديالي مزين ودخلتهم منيشة للفران انا مغاليش نديرها مقلية نديرها مقلية في الفران يعني طيبة في الفران فهنا في واحد المقلات كان ناخد زيت لون و 250 قرام من الكفتة كانت مشيوم من 200 حتى 300 قرام فانا اخدمت 250 قرام من الكفتة كيفما لاحظتم عادة با فرتتة على هاد الشكل كان نضيف عليها شوية ديال الملحة و شوية ديال اللي بزار فقط تدوم التوابل باشغان تبال الكفتة ديالي كان نقوم بتحريك المتواصل كان نحركوها كان نقلبوها من جميع الجياد حتى كيدخلها الطياب كيفما تلاحظوا معايا ففاد المرحلة مني كان حسوب الكفتة ديالنا طابط فكان ضيف عليها 200 قرام من الكريمة السائلة الخاصة بالطياب كريمة الكريمة دو كويسون ديال الطياب فالنفردش عندكم الكريمة السائلة ممكن تحضروا نصف لتر من البشاميل او لا نصف تحضروا البشاميل بنصف لتر من الحليب ملعقتين كبيرتين من دقيقة ملعقتين كبيرتين من الزبدة اكيد تحمروا دقيقة من زيار مع الزبدة كتضيفوا لي الحليب وكتبقوا وكتحركوا حتى تتقاليكم بشاميل كتنشتموها بالجوزة او بلو بزارو الملحة وكتنشتموها بميزانكم بما اني حضرت عشيوه سريعه فاخدمت بالكريمة السائلة وانتو ما يبقى لكم الاختيار كتضيفوا الكريمة السائلة او البشاميل اللي تنفروا عندكم كتحركوا الكل حتى تطلع فيها الغلية ثم تضيف البطاطة المقلية اللي درت في الفران فكتجي مزيانة في الفران هكذا كتبراكوا عارفين الزيت غلات وانيت صحيا مزيانة ومع دبينت الزيت غالية فكتبخاتي كتنشت المسألة ما تبقوش تقليو البطاطة ديروها غير الفران كتجي مزيانة صافي فضفت البطاطة كتف ما كتلاحظوا معي حركت الكل وكان ضيف قرابة 50 جرام من جبن الموزاريلا وكان حرك بسرعة في هذه المرحلة وكان طفئ على النار سوف تجيبون المول او اللي الآن أنا خدمت بهذا هذا الطويجين هو اللي خدمت به كان مول انتم ما تخدموه بالمول اللي توفر عندكم عادة في المطاعم كيمشيوا في هذا الطويجنات كيمشيوا زوين كيتقدمو بهذا الشكل كيكونوا غزالين صافي وزعت هذيك الكمية الحشو ديالي وضفت 150 جرام من جبن الموزاريلا بشعور او لم يحكوك على هذي الشكل من الفوق فاللقاتنا لالفران كيس خن من الفوق كيس خن بسيان صافي كندخلو له المول ديالنا وكنصبروه حتى كتجاراتنا لنا ذاك الفروماج من الفوق حتى كي ياخد ذاك اللون الذهبي صافي بصرعة كيستوي لنا لان كل شي مكونات طيبة مع بضياته هنال هدفتعنا هو يدوب لنا هذاك الفروماج من الفوق صافي وكنقدموه الباستيشيو ديالنا على هذي الشكل كي يجيو واحد طبقة رائع وديد وسريع تحتها انتنا ان شاء الله وصفة اليوم تجربوها سواء بالبشامل سواء بالكريمة السائلة اللي تنفر عندكم وطلبت يا اخبار بلي كنا غات يعجبكم بما تجيزوينه واحد الملاحظة هي كتتحضر كيكون فيها مثلا اما الكفتا اما الدجاج اما ذاك اللادة عند فومة انا ما تعجبنيش نخدم به كي يعجبني اما بالدجاج اما بالكفتا كيجيم زيانه ولكي يعجبو ذاك شي كيكون في مركة ضيفة ثم تاني عينكم ميزانكم هذه هي وصفة اليوم ان شاء الله اتنال اعجبكم كنولكم بسلام عليكم وفي امان الى الحلقة القديمة ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة